عمليات هدم للبنايات الفوضوية بكل من حي فرشي وبر بن عياد بعين مليلة أعقبها ترحيل لعشرات العائلات التي ودعت سنوات من الانتظار والمعاناة الحمد لله خابتي اليوم فرحة كبيرة ما تصورش كيف هرانا فرحانين اليوم بسكناتها المجدد الحمد لله يا ربي اليوم عدنا عرس كبير والشي وما زالوا خاوتنا قطعة ما زالوا ما استفادوش لان العبادة غير سنشمساكنوا سيفرش الله سنربي الحمد لله هو الان ورعان ووسكينش ووسنوشينش السربي ان شاء الله دور هذه غورنا سنوشن أنا منيش مستفاد حتيا من حاجة علوا ما ماعطاونيش منعرف أناني حاب نفهم علوا ماعطاونيش الحمد لله يفرز ربي في الله سنوكل وربس نيوش ونشكر ريس نغتبون أقل لني السفرحان غكل والسفرح يقول جيل واليوم فرج علينا عربي ودينا الساكان وإحنا فرحانين ولدنا فرحانين والشعور لا يوصف يوم أشرفنا على انطلاق عملية إعادة ترحيل هذه السكنات وهذه العائلات المقدرة بأكثر من 243 عائلة عبر حي فرشي الساكان الهش وكذلك حي بربن عياد بمدينة عين مليلة بالنسبة للعائلات التي أقصيت هناك إجراءات ستتخذ بشأنها وخاصة بعدما أثبتت البطاقية الوطنية أنهم مستفيدين إذن ما عليهم إلا تقديم طعون أمام اللجنة لدراستها ومن المقرر أن تشمل مستقبلا عمليات الهدم والطرحيل مواقع واحياء أخرى ببلدية أم البواقي فيما الأوعية العقارية المسترجعة ستخصص لتوطين مشاريع ومرافق عمومية